أكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي سيكون عليها مغادرة البلاد لعدم موجود أسس قانونية لها وضف بيسكوف أن القوات الروسية موجودة في سوريا بطلب من القيادة السورية وتملك جميع الأسس الشرعية ولنقول ليس جميع الدول الموجودة هناك بشكل قانوني